يا صباح الفوائن على كيفة الأهوة في كل مكان النهاردة الاستخدام الأول للفلاير 58 وحوريكم الورك فلو بتاعها كامل وإزاي تطلع منها أحلى شوت إسبريسو ده أمير صاحبي وهو اللي صورني الفيديو فأنا بشكره جدا هنستخدم النهاردة قهوة من يالدس كوفي وبالمناسبة يالدس كوفي هي اللي استضافتنا عشان نصور الفيديو كأهوة وطحن وكل حاجة فأنا برضو حابب أشكرهم جدا القهوة اللي هستخدمها هي إثيوبيان هنبيلا طحناها طحنة الفلاير وبالمناسبة طحنة الفلاير هي أنعم درجة إسبريسو انت ممكن توصل لها هي خلاص تقريبا دخل على التوركي عملنا فك تكتلات وتوزيع وكل حاجة نيجي بقى للنقطة المهمة تسخين البروهيد لأن الجروبهيد أو البروهيد ده فلاير اكس والفلاير الـ 58 الـ X ما فيهاش إلكتريك هيتر يقدر يسخنها فاحنا بنحطها على البويلر نوصلها لدرجة 100 بعد كده بنحط جواها المية السخنة بعد ما بنركب البورت فلتر بشكل كامل وأوتوماتيك هي بتخرج أي هوا زيادة عشان الضغط يبقى مظبوط 100% وبتبدأ تضغط أنا في الفيديو هنا عملت أول 20 ثانية في الاستخلاص على 3 بار عملت ترتيب بعد كده طلعت لـ 6 بار وكملت باقي الاستخلاص كله على 9 بار أنا عملت استخلاص طويل لأن ده محصول إثيوبي فأنا عايز يطلع منه طعم حلو ونوتس واضحة ويبقى الأسبريسو غني مش مجرد أسيديتي عالية ودي من حلاوة الفلير إنك تقدر تتحكم في كل عوامل الاستخلاص مية وضغط ووقت ودرجة حرارة وكل حاجة شاطر الإسبريسو طلعت وحفة واستنوا ريفيو كامل عن الفلير قريب جدا في كل التابس أن تريكس اللي انتو هتكونوا محتاجينها تصبحوا على خير واشوفكوا في الفيديو قريب جدا إن شاء الله شكرا